أجواء ضبابية تلف مسار الأزمة اليمنية بعد خطة ولد الشيخ التي تحظى بدعم دولي لكنها لا تزال تواجه رفضا قويا من قبل أطراف الأزمة مع اختلاف الأسباب والمطالب بين الحكومة في الرياض وسلطة الانقلابيين في صنعاء تبدو الحكومة أكثر إصرارا على رفض الخطة بل وتعدها انقلابا آخر وتعمل على حشت قدراتها لمواجهة هذه الخارطة وإفشالها لأنها بحسب رؤية الحكومة تتنقض مع المرجعيات الأساسية للحل في هذه اللحظة تبحث السلطة الشرعية في جعبتها عما تبقى من خيارات لمواجهة ما يمكن اعتبار انقلابا في الموقف الدولي وبعد نجاحها في اختبار الشعبية انتقلت السلطة الشرعية درجة أخرى من التصعيد مع خارطة ولد الشيخ في الرياض التقى الرئيس هادي بمكونات سلطته مجددا رفضه خطة السلام بشكل قاطع هذه المرة مرجعا ذلك لكون الخطة تحافظ على بقاء الميليشيات وتسمع باحتفاظها بالسلاح والمؤسسات ولانها انطلقت من منطلقات خاطئة كان مضمونها خاطئا ونتائجها خاطئة ومنحرفة حسب قوله مؤكدا ان خطة السلام نسيت او تناست جذر المشكلة واساسها وهو الانقلاب وما ترتب عليه في مجلس الامن نجحت الحكومة بمساعدة المملكة العربية السعودية في ايقاف المشاورات حول مشروع قرار بريطاني ادعم خارطة ولد الشيخ وبحسب مندوب اليمن لدى الامم المتحدة فان مشروع القرار لا جدوى له من حيث المحتوى ولا يأتي في التوقيت المناسب وتكمن خطورته في انه قد يفضل نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن وسط كل هذا يبدو الخيار العسكري الذي طالما كان يشار ليه باعتبار الخيار الاول والاوحد للتعامل مع الحالة القائمة خيارا مجمدا حتى حين فيما لا يزال الافق محملا بالكثير من المتغيرات التي يمكن ان تأخذ الازمة اليمنية باتجاهة ليس الحل السياسي اقربها